أقل من 48 ساعة تفصل العراق عن أول تعداد سكاني شامل منذ العام 87 من القرن الماضي حدث مفصلي سيحدد وضع البلاد في السنوات اللاحقة بالمجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية وغيرها وسط توقعات بأن يسمى في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني في عموم المناطق وتأثير ذلك على الخارطة العامة للوطن يبدأ سريان توقيت فرض حظر التجوال منتصف ليلة 19 على 20 من شهر 22 عند الساعة 2400 أي الساعة الثانية 10 ليلا ويستمر لغاية الساعة 2400 من ليلة 21 على 22 تشرين الثاني سماح للصيدليات في المناطق السكنية أن تكون مستثنات من حظر التجوال أيضا المخابز ومحال السوبر ماركت للمواد الغذائية فقط الاستثناء في المناطق السكنية راح أخلي هنا مثلا مدر رقم واحد استعدادات استكملات ومراحل أنجزت بما في ذلك التعداد التجريبي وعمليات الترقيم والحصرة وتدريب العدادين وتوفير الأجهزة اللوحية وإنشاء مركزين للبيانات والاتصالات وغرفة للعمليات واللافت أن جميع الإجراءات ستكون بطريقة إلكترونية للمرة الأولى سواء فيما يتعلق بملء البيانات أو إرسالها أو حتى احتسابها وتصنيفها هذا التعداد العام للسكان الذي لا تفصلنا عنه إلا أيام معدودة هو أول تعداد تنموي شامل لكل العراق يجري منذ أكثر من 37 عام الحكومة دعمت إجراءات هذا التعداد لأنه يمثل استحقاقا وطنيا ودستوريا وحقا من حق الشعب العراقي كونه سيرسم لنا الخارطة التي نحتاجها كحكومة والحكومات المتعاقبة في رسم خريطة التنمية وتقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين مختصون يرون أن ما سيسفر عنه التعداد من نتائج ستكون ذات جدوا كبيرة خاصة في إجراءات الدراسات الاجتماعية ومعرفة التغييرات التي ترأت على المجتمع العراقي خلال العقدين الماضيين إنس العطية اليوم بغداد